لكن هو كان لسانه طويل لكن قلبه كان كبير جدا ويتسع للكل أنا فاكر كن مكتبي فترة كنت بأسك مجلة عربية في جاردن سيتي فكلمني أظن كان المومبايل مش عارف بدأ ولا أظن كان بدأ أنت بتعمل إيه؟ رتلنا في المكتب قال لي مكتب إيه؟ انزل أروح فين أجيو قال لي انزل أنا جايلك مكتبك فين؟ وصفت له عنوان جالي يوسف شين كان بيركب عربية بيجوه سبع راكب العمران شوفنا راكب عربية مش عارف إيه ولا هي دي عربية تشوف شين هو أنا عمري ما شوفته طبعا بيسور لأنه ما ينفعش سوق خالص كان بيركب عربية بيجوه سبع راكب جالي بالعربية بيجوه سبع راكب إيه شوه هنروح فين؟ قال لي بجزارة الدهب حياخدوها الحكومة عتخه جزارة الدهب مروش علاقة هو خالص بقصة خالص روحنا وصورنا أنا محط معنا ملعيتش أخد حاجة معايا خالص هو معايا مصورين بتقول بيسجيل الواقع وراحوا تلموا حاولي الناس وقعدوا تكلموا قالوا ما حاجة عقب منك الجزيرة كان حسب ما سمعنا وقتها أنه أظن الرئيس حصن مبارك أو حدي من كبار البلد يعني كان محدي على الكبري اللي هو يبقى كبري عباس مثلا وشاف الجزيرة قال إيه دي تسايبينها الإيه دي هي جزيرة تحفى فعلا فبدأوا حيمشوا الناس يعني حتى لو أنت عايز تاخد جزيرة من الناس لازم المسألة تبقى فيها حنكة وفيها حكمة وتديهم جزء وتمدلهم بيوت لهم تفضلوا وبتاعة فيه نظام يعني هو سمع كلا الجنن تصدقوا أنه هذه الزيارة شوف أمام رغبة مسؤولين كبار أنا حكاية حصن مبارك دي حكاية حكت مش متأكد منها بصراحة لكنها حكاية حكت في وقتها ممكن يكون كان رئيس وزراء ممكن كان وزير ممكن كان أي حد إنما مسؤول كبير حط عينه على جزيرة الدهب يوسف شاهين نزل من بيته الصبح كان الكلام ده ساعة تسعة ونص الصبح وروحنا وصورنا وعملنا موضوع في مجلة سواحة الخيرة وقف المشروع وقف المشروع ما خلاص ما حدش قرب نحية الجزيرة لغد الوقت بسبب هذا الرجل إنه نزل وقال لا أه ما حدش يقض الجزيرة شكرا